بعد نحو أسبوع من إعلان التحالف العربي إغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية تصاعدت أصوات عديدة تطالب التحالف العربي بضرورة رفع الحظر والحصار عن المنافذ اليمنية إعلان التحالف إغلاق المنافذ اليمنية فاقم من ترد الأوضاع الإنسانية التي تعاني حربا منذ نحو ثلاثة أعوام حيث ارتفعت أسعار السلع في العديد من المحافظات اليمنية وهو ما أثار هلعا كبيرا في أوساط المواطنين وتسبب إغلاق المنافذ اليمنية بشل حركة الطيران في البلاد ما أدى إلى عرقلة حركة المسافرين وأرجع التحالف العربي مسألة إغلاق هذه المنافذ إلى ضرورة وقف تدفق الأسلحة لميليشيا الإنقلابية والقادمة من إيران وزير النقل في الحكومة الشرعية مراد الحالمي أكد في تصريحات صحافية أن وزارة النقل لم تحصل على التصريحات الرسمية لتشغيل الرحلات من قبل التحالف العربي وكان الحالمي قد صرح الجمعة الماضية عن إعادة تشغيل الرحلات الجوية بدءا من اليوم الأحد كانت الأمم المتحدة قد أعلنت منذ وقت سابق أن 17 مليون يمني يعانون مجاعة حقيقية معلنة عن مخاوفها من استمرار إغلاق المنافذ اليمنية بينما أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن أنها أجرت اتصالات بالسلطات السعودية من أجل استئناف العمليات في ميناء عدن وفتح معبر الوديعة الحدودي ترجمة نانسي قنقر